في نوكشوت دائما نشكل غياب ساحة الخضراء معضلة كبيرة للباحثين عن أماكن للفسحة والترفيه خلال أيام العطل ما جعل الكثير من ساكنة نوكشوت تختار أماكن جديدة للاستجمام غير مهيئة لهذا العرض ليس هناك من اختلاف جذري في مال همية البساط الأخطر في المدن وحتى خارج نسيجها العمراني بالغضاء النباتي أو المساحات الخضراء تعتبر وسيلة ذات أهمية بالغة في ظل المتغيرات المناخية المؤثرة في البيئة والمساحات الخضراء تتوقف في العاصمة الموريتانيا نوكشوت على الحدائق والمساحات المتواجدة في شكل تجمعات وسط المدينة هنا خصصت عدة مساحات فسيحة للغرض منها ما تم استعلاله ولو كان ذلك الاستعلال لم يفي بالمطلوب إلا أن القائم عليه يعتبر أنه حقق نتائج ذات أهمية شايفر وعلى الشباب الموريتاني لاستطيع التعزيز في مقاطعات بعض المرقبات في المقاطعات كانت أمودة جاردان بالغرض وعلى الشباب أمودة جاردان على صدر وإلاك ننتعهم استطاع إلى رأحي ويقعدوا على حد منهم ويقعدوا على صدر ومنها مستغلة استغلالا من نوع آخر المواطن المجبول على البحث عن مواصفات جمالية للمدينة لا يوخفي أهمية هذه المناطق رغم الضالة الموجود منها ويطالب بخطط للتحسين من الوجه العام للمدينة بما أن نوع الشوط هو العاصمة الموريتان كامل يالتعود فيها ساحات خضراء يقعدون تحت المتنزهين كيف تنحن هذه التلاميين يالتعود عندنا ساحات نقعدون تحتهم ووقت الراحة والله ووقت عندنا فراق والله شي يالتعود ناليفه وفيها ساحات عمومية خضراء وتعود زينة وشترفت لنا باللي العاصمة وجوه السواح وجوه لجانب وجوه المتنزهين وتعتبر المجموعة الحضرية المسؤولة عن هذا المجال أن لديها آفاق واعدة في هذا المجال لتظل المدينة منظومة متكاملة عندما يغيب عنها المشهد البصري تصاب بالتشويش أو الاهتزاز وجمالها ليس طرفا كماليا في الحياة العمرانية وإنما حالة فطرية حضرية تلازم مستويات التطور الحضري للمجتمعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر